لا توحم جريات محاكمة الوزير السابق مشيل سميحة أمام محكمة التمييز العسكرية بأن هذا الموقوف يتمتع بالراحة التي كان عليها أمام المحكمة العسكرية الدائمة فالإجراءات مختلفة ومسار المحاكمة نقيد ما قبله إذ أن سميحة لم يقف هذه المرة أمام قوس المحكمة كما اعتاد على ذلك إنما وضع اليوم داخل قفص الاتهام هذه الإجراءات أظهرته في وضع يليق بمتهم متورد بأعمال إرهابية وليس بسياسي مخضرم كما يحل له أن يصف نفسه الجلسة التي ترأسها القاضي طوني لطوف بحضور كلاء الدفاع عن سميحة باشرت بتلاوة القرار الاتهام الذي يروي قصة طورة سميحة بعملية نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان ولقاءاته بالمخبر ميلاد كفوري الذي كان ينصق معه بكيفية تسليم تلك المتفجرات لتنفيذ عمليات اغتيال بحق شخصيات دينية وسياسية وبعدها تلية التحقيقات الأولية التي سئل سميحة عن اعترافاته بها إلا أنه أبدى تحفظه رافضا تأكيد إفادته أمام شعبة المعلومات بحجة أنها انتزعت منه تحت الضغط والترهيب ثم استكملت تلاوة الأوراق التي تتضمن قراري محكمة التمييز المدنية ومحكمة التمييز العسكرية التي قبلت النقدة المقدم بقضية سميحة وهكذا خرج محام سميحة صخر الهاشم ليطلع الإعلاميين عن إرجاء محكمة التمييز العسكرية إلى 17 من أيلول المقبل متابعة استجواب سميحة كلف فرع المعلومات بإبراز وتسليم المحكمة جميع الأشرطة والتسجيلات الموجودة لديها وإحالتها إلى قيادة الجيش تفريغها نحن هلأ طلبنا نستمع إلى ميلاد الكفوري يعني أنه أصبح شاهد بطل مخبر لأنه قادر التحقيق بالأساس حولوا من مخبر إلى شاهد لأنه استدعاء نحن طالبين استماع له طالبين استماع للي عملوا المحضر للي نظموا المحضر وطالبين تزويدنا بالداتة الاتصالات ما بين خط كفوري وفرع المعلومات وخط كفوري ما مش يسمعه المحكمة ضمت إلى الملف طلب وكيل الدفاع عن اسمح استدعاء ثلاثة شهود بينهم المخبر ميلاد كفوري إلى الجلسة المقبلة في التاسع عشر من أيلول